لا وصفة غربية تبدو نجعة إلى الآن لردع الروسي في سوريا فحتى القطيعة مع واشنطن والإدانة الأوروبية تقابلهما موسكو بسيل من الاتهامات الموجهة للجميع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الغرب بدعم مقاتلي جافش لاستخدامها في الإطاحة بنظام الأسد في هذه الأثناء تطفو أزمة دبلوماسية أخرى بين روسيا وبلجيكا الخارجية الروسية استدعت السفير البلجيكي في موسكو على خلفية اتهام موسكو لبروكسل بالاشتراك في غارة جوية التلتاء الماضي تقول موسكو إنها استهدفت الحسكة وأصفرت عن قتلى وجرح بين المدنيين اتهامات كانت قد رفضتها بلجيكا واستدعت على إثرها السفير الروسي إلى جانب كل ذلك تسير موسكو دون تراجع في رسم ملامح حلب ملامح تتشابه فيها المدينة السورية مع جروزني عاصمة الشيشان هذا وفق نظرة الرئيس روسي فلاديمير بوتين التي تقول تقارير إنها ظهرت علنا في لقاء بوتين بفروسو أولوند وأنجيلا ميركل منذ أيام ويقصد بالصورة هذه استخدام القوة المطلقة إلى حين تحقيق الحسم في مقابل كل ذلك لا يزال الغرب يصاعد ملهجته ضد روسيا لكنه يتجنب الإشارة إلى أي عقوبات ضدها بريطانيا تهمت روسيا بتأزيم الوضع في سوريا وقبلها كان الاتحاد الأوروبي قد دان مشاركة موسكو والنظام في العمليات بحلب في قمة جمعت ممثل الاتحاد في بروكسي اليوم الخميس قمة كان الكثير ينتظرون أن تتبنى نظرة برلين وباريس بفرض عقوبة على موسكو لكنها شهدت بعد التحفظات على الأمر سارة بن عشوبة العربية شكرا